على عكس ما كانت أنقرة قد أعلنته سابقاً خرج رئيس التركي رجل طيب إردوغان ليقول إنه لا يوجد اتفاق بشأن عقد قمة رباعية تركية روسية ألمانية فرنسية حول سوريا في الخامس من آذار مارس المقبل وتحديداً بشأن إتلب سيأتي وفد روسي إلى تركيا والمحادثات الهاتفية مع الرئيس بوتين التي جارت في نهاية الأسبوع خلصت إلى أنه ليس هناك اتفاق كامل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجلا ماركل من جهة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهة أخرى إردوغان يشير إلى أن لقاء سيجمعه فقط بالرئيس الروسي في الموعد الآذاري نفسه إذا لم تتحقق القمة الرباعية وهو ما سرعت موسكو إلى نفيه إذ شدد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف على أن روسيا لا تجري مناقشة لعقد قمة مع فرنسا وألمانيا ولا مع تركيا وحدها بيسكوف تحدث عن لقاء متعدد الأطراف مضيفاً إيراناً إلى الاجتماع المقترح تستبدل إذن روسيا القمة الرباعية بأخرى متعددة الأطراف تشارك فيها إيران مؤكدة أن لا لقاء ثنائياً في الوقت الحالي بين رئيس الروسي والتركي أما على الصعيد العسكري فيتعرى الخلاف التركي الروسي ويظهر جلياً تقوم أنقرة بما يبدو محاولة لكسب الوقت فتواصل حجد قواتها على الحدود مع سوريا وتستقدم تعززات إلى داخل سوريا متقدمة على محور النيرب وصراقب بينما الطيران الروسي يغير على المسلحين المدعومين من تركيا في النيرب فيما يوصل الجيش السوري تقدمه في جنوب إدلب فإذا كانت هذه الوقائع الميدانية محاولات للحصول على تنازلات من الأطراف الأخرى أو مكاسب سياسية فإن الكفة الحالية لا تميل للصالح التركي ترجمة نانسي قنقر